بعد التحقيقات المعمقة التي بشرتها مصالح أمن ولاية الجزائر في تورط بعض العمال ببلدية الحراشة في قضية رشوى قيمتها 70 مليون سنتيم مقابل تمكين شاب من الاستفادة من سكن بموقع رشيد كوريفة خلال عملية عادة الإسكان العشرين التي قامت بها ولاية الجزائر نهاية السنة الماضية جاء ذلك بعد شكا وأودعتها العائلات المقصات التي وجدت نفسها في الشارع على الرغم من أحقياتها في الاستفادة في مقابل استفاد أشخاص غرباء عن الحي القصدري ببو معطي من شقة في موقع رشيد كوريفة وقد تم تغريم العائلات التي أودعت ملفات مزورة للحصول على السكن ب70 مليون سنتيم إلى جانب الحبس لمدة ستة أشهر نافذة بعد أن أثبتت التحقيقات استفادتهم من سكنات في ولاية أخرى ليصل عدد الشقاق المسترجع ستون شقاق فيبدو أن عبدالقادر زوخ قد أشهر سيف الحجاج لكشف أصحاب الملفات المزورة الذين لم يكشفهم التحقيق الأولي لولاية الجزائر والبطاقية الوطنية للسكن فهل سيحقق بذلك التوزيع العادل لمستحقها؟ اشتركوا في القناة